والله أنا بقيتش أحب أقرأ أخبار عن التحكيم بجد والله الناس متعقدة من الكلام معرفش متعقدة مش إحنا الناس اللي موجودين أو المسؤولين كابتن عصام وبعض المسؤولين عن الاتحاد وهم بيتكلموا في أعدادهم الخاصة بيقولوا لك خاصة يعني مخانات الأهل وإسلام وكلام من هذا القبيل يعني أنا على فكرة كل مرة أنا بطلع أقول هذا الكلام علاقتي بالكابتن عصام هي علاقة احترام متبادل ما بيني وما بينه بشكل شخصي ولكن الشغل يا كابتن عصام وهو كابتن عصام بالمناسبة في كثير من أعداد وهو حيطلع ينفي الكلام ده عشان برضو كابتن عصام بقاله 24-25 بقاله يومين ثلاثة يعني بقاله يومين ثلاثة ما طلعش ما سمعنشك صورة الكابتن عصام هو شوفنا صورة الكابتن عصام فيعني بيطلع يقول للناس أن أنا خالص أنا لما بهاجم أو بنتقد أنا آسف مش بهاجم لو حضرتك لقينا حاجة كويسة معمولة صدقني أول ناس عن كون بنسقف لكابتن عصام عبد الفتاح بلاش كابتن عصام عبد الفتاح بنلقف بنسقف للجنة التحكيم لكن أنا السنة اللي فاتت خسران دوري و 15 نقطة بسبب التحكيم ووريت لحضراتكم أو خلال البرامة خلال الفترة السابقة ورين لحضراتكم قد إيه المباريات اللي نادي الأهل يخسرها بسبب التحكيم مش أنا الحكام هي اللي بتعمل كده طب والسنة دي حدث ولا حرك حدث ولا حرك في الكابتن عصام بيقولي بقى بعد كل المقدمة دي حكام أجانب لإدارة القمة والفار يحكم مباريات الكاس والله ده خبر كويس يعني بالنسبة لي إن الكاس إن مباريات الكاس اللي هي السابق اللي ما كانش بيلعب بالفار إن يبقى موجود الفار في دور التمانية في هذه المباريات ده خبر جيد يا كابتن عصام رائع وكابتن عصام كان تبريره في هذا الأمر إيه قال إن خلاص طالما الفار متوفر ليه ما نلعبش بيه فأكد الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجمة الحكام إن اختيار الحكام الأجناء إن اختيار الحكام الأجنبي لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الثامنة من مساء يوم 19 يونيو الجاري باستاذ الأهلي والسلام في اللقاء المؤجل من الأسبوع العشرين من مصابقة الدوري المنتز سيكون من ثلاث دول أسبانيا أو ألمانيا أو إيطاليا وقال عصام عبد الفتاح تم الاستقرار على وجود حكام أجنبي من الدوريات الخمسة الكبرى لإدارة ولو تفتكروا حضراتكم إن ده كان مطلب النادي الأهلي نكمل بس الخبر لإدارة مباراة القمة بناء على طلب الأهلي باستقدام حكام أجانب لمباراياته وموافقة اتحاد كرة القدم على الطلب أضاف كاس مصر القديم والجديد ستقام مباراةه بتقنية الفار الله ينور يا كابتن عصام ده خبر حلو جدا ولا صحة لأي أنباء أشرت لغياب تقنية الفار في مباراة الكاس وتابع رئيس لجنة الحكام لو تم تطبيق تعديلات على تطبيق تقنية الفار سيكون بدءا من الموسم الجديد وليس الحالي طب الحمد لله أهو يعني لما حضرتك يا كابتن عصام بتعمل حاجة كويسة أول ناس بنقول إنه ده شيء رائع وشيء جيد والله العظيم ثلاثة حاجة حلوة نحن طالما الفار متوفر أنا قرأت لكابتن عصام كذا خبر أو كذا تصريح من الصبح الحقيقة بيتكلم عن هذا الأمر إنه طالما الفار متوفر ليه ما نلعبش به خصوصا مباراة كبيرة أو كل المباراة ما قالش مباراة كبيرة ده تفكير منطقي وعادل جدا وكويس جدا بس بقى عايزين إيه عايزين نحط حكام تستطيع إن هي تدير الفار وحفظها بروتوكول وتكون مذاكراه أتمنى ده يا كابتن عصام الفترة اللي جاي عايزين بس نعدي يوم الخميس في مباراة المنتخب وبعد كده هنرجع نتكلم كتير الفترة اللي جاية عن الحكام والتحكيم والحقيقة أتمنى من كل قلبي إن أنا شوف تحكيم عادل للـ 18 فريق وكل مرة أقولها لو التحكيم كان عادل في حاجات كتيرة جدا سدقوني النادي الأهلي تحديدا لأنه فقد أو أكبر أكتر فيه فرق تانية فقد النقاط برضو بسبب التحكيم ولكن النادي الأهلي هو أكتر فريق فقد نقاط بسبب الحكام وأكتر فريق لم يفز بالدوري بسبب التحكيم وأخرهم الموسم السابق أتمنى أتمنى إن شاء الله أن الفترة اللي جاية تبقى أفضل كتير جدا في الجانب التحكيمي من الفترة السابقة تبقى أفضل كتير جدا